في إطار جهود صندوق الأمم المتحدة للسكان وجامعة قناة السويس والمجلس القومي للمرأة تعمل مبادرة وحدات المرأة الآمنة على تحسين جودة الخدمات وإتاحة استجابة سريعة لاحتياجات النساء التي يتعرضن لأي شكل من أشكال العنف وتعزيز مصاري الإحالة الوطنية للسيدات التي يعانين من العنف وفي إطار الشراكة متعددة القطاعات تم افتتاح وحدات استجابة طبية لتعامل مع المعنفات في كلية طب قناة السويس بحضور ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فريدريكا مايار تقدم الوحدات خدمات طبية تشمل الكشف والدعم النفسي الأولى والمشهورة على أيدي أطباء وهيئة تمريد مدربين على احتياجات الاستجابة الطبية في حالات العنف ضد المرأة النهاردة بنحتفل بافتتاح أو إطلاق العمل الفعلي في عيادة المرأة الأمنة داخل جامعة كوينت سويس العيادة بتشوف النهاردة نحنا معانا وفد المجلس القوم للمرأة وميسيس فريدريكا مايور ممثلة عن الأمم المتحدة في إطلاق مثل هذه الوحدة الوحدة حضرتك ضمن الوحدات التي تطلق داخل الجامعات المصرية ومستشفات الجامعية لتقديم خدمات صحية ونفسية ومجتمعية النهاردة افتتاح الوحدة رقم عشرة من عيدات المرأة الآمنة على مستوى الجمهورية أول تعامل مع جامعة كناة السويس ووجود في الإسماعيلية هي بالنسبة لنا صراحة خطوة كبيرة قوي افتتاح الوحدة في المستشفى والشاركة مع المستشفى الهدف منها أن كل استتاتيب عندها مساحة تقدر تقدم فيها شكوتها تحصل على خدمة طبية متكملة دعم نفسي قدرة أنها تاخد خدمة إحالة لخدمات المجلس القامل المرأة فالهدفنا تكون نقطة لخدمات متكملة من خلال المستشفى ترجمة نانسي قنقر